بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم يذكر علماء الكلام أن القضايا والأمور على أنواع ثلاثة هناك أشياء تتصف بالحسن أو القبح ذاتا لا يمكن انفصال الحسن أو القبح عنها يعني تلك الأشياء علة تامة إذا جاز التعبير للحسن أو القبح مثلا العدل والظلم العدل حسن ذاتا لا يُعقل أن يكون عدل قبيح الظلم قبيح ذاتا لا يُعقل أن يكون هناك ظلم حسن هذا القسم الأول القسم الثاني هناك أمور لها اقتضاء للحسن اقتضاء للقبح بحيث أنه إذا كان هناك مانع هذا المقتضي لا يؤثر أثره مثلا الصدق الكذب الصدق ليس علة تامة للحسن الحسن ليس ذاتيا له لكن الصدق له اقتضاء الحسن فإذا منع مانع قد لا يكون الصدق حسنا قد يكون قبيحا يسأل الإمام الهادي عليه السلام أن هناك عشارون يقفون على مداخل المدن حسب تعبير اليوم قمركتشية إذا البضاعة لي لا يأخذون العشر إذا البضاعة لغيري يأخذون العشر القمرك زين أنا معي بضاعة للناس إذا أقول هذه البضاعة إلي ما راح يأخذون منها العشر لكن إذا قلت بضاعة الناس راحوا يغصبون منها العشر غصب هذا لأنه هذا لا يجوز شرعا ما عدنا في الإسلام قمرك عدنا في الإسلام حرية نعم إذا أكو اضطرار يصير حكم ثانوي يتوقف بمقدار الاضطرار مثل أكل لحم الميتة والخنزير إذا الإنسان اضطر يجوز بل لكن بمقدار الاضطرار مو هو القانون العام ماذا أفعل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وددت ما معنى كلامه أنه أموال المسلمين تكون بيدي وأحلف بالله كاذبا حتى أنقذ أموالهم من هؤلاء الظلمة هنا في هذا المثال الصدق ليس له حسن أصلا بل قبيح والكذب في هذا المثال ليس له قبح بل حسن هو باقتضاء ذاته كان له اقتضاء الحسن الصدق الكذب كان له اقتضاء القبح لكن المانع منع عن تأثير ذلك المقتضي مثال اللي يمثلوه في علم الكلام أنت ورقة تلقيها في النار هاي الورقة تحترق لأن من طبع الورق أن يحترق بالنار لكن إذا هذه الورقة كانت مبللة ما دام هي مبللة لا تحترق لماذا؟ لأن الرطوبة مانع عن تأثير النار في الاحتراق وفي الإحراق هذا النوع الثاني النوع الثالث الأمور التي ليس لها اقتضاء لا للحسن ولا للقبح وإنما هي بالوجوه والاعتبارات أنا أمامي كأس من الماء شرب هذا الماء حسن لا قبيح لا حسن لا قبيح إذا حياتي متوقفة على شرب هذا الكأس من الماء هنا يصير حسن واجب إذا أنا عطشان ولو حياتي ممتوقفة علي يصير حسن إذا هذا الماء مغصوب أو نجس شربه شنو يصير يصير حرام بالوجوه والاعتبارات أنت تلاحظ أن هذه المسألة هل انطبق عليها عنوان حسن أو عنوان قبيح أو لم ينطبق عليها أي شيء إذا لم ينطبق عليها أي شيء لا حسن لا قبيح فإذن الأمور ثلاثة ما هو علة تامة للحسن والقبح العدل والظلم إذا في يوم من الأيام شفت أن هذا الظلم صار حسن هذا تبدل للموضوع هذا مو ظلم مو ظلم حسن لا هذا ليس بظلم أبدا تغير الموضوع إذا هذه المقدمة اتضحت نذكر مفردة من المفردات وهي محل ابتلاء كثيرا هذه المفردة هي مفردة الوحدة الطوائف المختلفة في الدين في المذهب في القومية في التوجه أن يتحدوا بينهم هذا حسن له قبيح الجواب إذا راجعنا الآيات والروايات الوحدة من القبيل الثالث بالذات لا فيها حسن لا فيها قبح لازم نشوف متعلق هذه الوحدة شنو هو إذا متعلق هذه الوحدة هو الحق واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني ولا تفرقوا عن هذا الحبل هنا باعتبار أن متعلق الوحدة حسن ولازم الوحدة صارت حسنة هذا الوجه هو الاعتبار إذا متعلق الوحدة باطل أو قبيح لصوص اتفقوا على أن يسرقوا أنا هم أتحدوا إياهم أقول زين ما دام الكل راحة ويصرون سراق أنا هم أروح أصير من ضمن السراق أتحد معهم في ذلك هذا قبيح لأن المتعلق قبيح إذا كل الناس اتفقوا على رفض ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الرسول يقول لعمار مو أنه تروح تتحدوا ويا الناس فترفض ولايته لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي فيه علي بن أبي طالب الآية تقول واعتصموا بحبل الله المصداق الأتم لحبل الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة والقرآن وأي شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا عن هذا الحبل ولذلك إذا أنت تروح تشوف ناس نصارى نصارى كفار لكن في عمل من الأعمال عملهم صحيح وحتفقوا إياهم في ذلك العمل لا لأجل أن النصارى يفعلون ذلك الفعل وإنما لأجل أن ذلك الفعل حق ذلك الفعل صحيح إذا شفت اليهود اتفقوا على أمر هو حق أنتم اتفق على ذلك الحق لا لأنهم يهود لا لأنه حق والإنسان لازم يتبع الحق إذا في حكمة من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ظالة المؤمن إذا وجدها عند منافق فهو أولى بها يعني إذا فد منافق صدر من فمه كلمة حكمة إحنا لا نرفض تلك الكلمة لأن الذي صدرت منه منافق وإنما نقبل تلك الكلمة لماذا؟ لأنها حق وأنت أولى بالحق منه حتى لو هو منافق بس كلاما ما دام صحيح ذلك الكلام أنت أولى لأنك اتبعت الحق فأولى من المنافق في اتباع الحق ولو في جزئية من الجزئيات فإذن هذه المفردة من المفردات ترتبط بالوجوه والاعتبارات ما الهقيمة الذاتية ولا اقتضاء بالوجوه والاعتبارات ولذا تشوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما بايعه الناس الطريب في الآمر أن البيع الوحيدة التي كانت هي لله فيها رضا والناس أيضا أقبلوا إليها هي باعة أمير المؤمنين لأن باعة أبي بكر كما في البخاري يروي عن عمر أن باعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها فلتة يعبر عنها وقال الله شرها وأما باعت عمر فكان بالتعيين يعني أبو بكر عين عمر للخلافة وأما باعت عثمان فأيضا كانت بالتعيين ولكن بطريقة ملتوية يعني عمر عين ستة استثنى كل المسلمين الآخرين ستة ثم قال إذا اتفق ثلاثة منهم وهم فلان وفلان وفلان على شخص فهو الخليفة وذول الثلاثة كان مبين أنه راحوا ينتخبون عثمان في خطبة شقشقية أمير المؤمنين يبين ذلك أيضا وليش أمير المؤمنين دخل في الشورى مع أنه يعلم أنه لا ينتخب لإبطال كلام اللي نسبوه إلى رسول الله في يوم السقيفة أنه لا تجتمع فينا النبوة والإمامة فهذا الكلام أبطله بدخوله في الشورى أما بيعة أمير المؤمنين كانت شعبية الناس بايعوه هذا قطع النظر عن أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بتعينه في يوم الغدير تواتر الفريقان في رواية هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وآله قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه وفي آية الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحانه وتعالى عما يشركون هذه من الأمور التي الله سبحانه وتعالى خصها بنفسه حتى الرسول ما إلى حق أن يعين من بعد شخص إلا إذا الله عينه والرسول مأمور بالتبليغ لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة إذا واحد هم يريد يعتبر نفسه والذي له الاختيار هذا شرك بالله سبحانه وتعالى لأن شيء خاص بالله أنت تطيل غير الله تعين الإمام هذا خاص بالله تعين النبي خاص بالله إذا طيت لغير الله سبحانه وتعالى من الناس فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى إذا نرجع إلى كلامنا أمير المؤمنين استلم السلطة والناس بايعوه طوعاً ولم يجبر أحداً ببيعته يعني عبدالله بن عمر ما أراد أن يبايع أمير المؤمنين أمير المؤمنين قال ما تركوه ما يحتاج أن يبايع ما يريد يبايع لا يبايع مزين استلم أمير المؤمنين السلطة الظاهرية الجماعة كانوا متعلمين على نهب الثروات والاستئثار بالمال وبالسلطة وبكذا وكذا وكذا واحدة ماذا تعلم على الباطل بعد تغييره صعب هناك بعض الأشخاص يكد ويعمل يحصل راتب هناك بعض الأشخاص يأخذ راتب بدون عمل بطالة مقنعة اسمه موظف لكن هو بطال عملاً إذا هذا السنوات هكذا إذا تريد تجبره أنه يعمل ويتقاضى الأجر مقابل ذلك العمل يكون العمل عنده صعب يحاول يتهرب من العمل لأنه متعلم والذي تعلم على نهب الثروات والاستئثار بالمال وبالسلطة وبكذا وبكذا لا حساب لا كتاب لا رقابة هذا تريد تجيبه ضمن الضابطة صعب عليه أرادوا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام السلطة ماطاهم فثاروا ضد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالوا لأمير المؤمنين نصحوا أنه أنت بقي معاوية على الشام لا تعزله خلي الأمور تستقر عندك أركان حكمك يستقر بعدين اعزل معاوية الآن الحكم في بدايته ومن الواضح أن الحكم في بدايته مو مستقر يحتاج له إلى استقرار دائما عندما تصير ثورات أو تصير تبديل لأنظمة زيان الحكم يكون غير مستقر لفترة لذا دائما بعد الثورات أكو سنوات من الإضطرابات ليش لأن الحكم غير مستقر الآن تشوفون في الدول اللي صار فيها اتفاضات وثورات وكذا ماكو استقرار ليش لأنه هذا طبيعي الحكم الجديد إلى أن يستقر يحتاج له إلى زمان زيان أنت الآن في الظاهر أركان حكمك ضعيفة مو مستقرة فذول بقيهم ومطيهم فلوس كذا وكذا وكذا عندما استقرت بعد ذلك اعزله حمير المؤمنين ما قبل لماذا لم يقبل ذلك لأنه نفس ابقاء معاوية ولو سنة سنتينت للسنوات امضاء للتصرفات معاوية زيان هذا والي من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام وده يفعل ما يفعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يريد يمضي أفعال معاوية زيان أدى ذلك إلى حروب بس أن كل فترة حكم أمير المؤمنين اضطرابت في البصرة قاموا وفعلوا ما فعلوا والإمام حاربهم في صفين بعدين خوارج وبعدين غارات إلى يوم أن استشهد الإمام عليه الصلاة والسلام إهنان الإمام ما قال أنه نحن نأتي ونتفادى هذه الحروب بأي ثمن كان لا أكو قيم هذه القيم إذا تمكننا أن نحافظ عليها من غير حروب فهو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إذا لم يمكن أن تحافظ على القيم إلا بالحروب إحنا لازم نتحارب فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ لأمر الله فإذن إحنا مو لازم نجعل الوحدة قيمة مقابل بقية القيم لا الوحدة الطريق إلى القيم مو مقابل تلك القيم إذا تمكننا عن طريق الوحدة أن نصل إلى تلك القيم فهذه الوحدة لها قيمة إذا لم نتمكن عن طريق الوحدة نصل إلى قيمة من القيم ما كنت عارض لا هذه القيمة هي الأساس وهذه الوحدة لا قيمة لها لأنها طريق لإلغاء القيم والأساس هي القيم الآن أكو في عالم اليوم خلل يعني أكو في الباحث السمفصل بس بين قوسين شيرا شنو الفرق بين الديمقراطية الموجودة الآن وبين الشورى المذكورة في القرآن شنو الفرق أكو هناك فروق جوهرية ولو أكو هناك نقاط اشتراك لكن أكو فروق جوهرية من الفروق اللي موجودة أن الشورى هي قيمة لا تتعارض بقية القيم أما الجماعة عدهم الديمقراطية هي القيمة الأسمى فتتعارض مع بقية القيم وتتقدم عليها يقول إذا أكثرية الناس أرادوا إباحة المحرمات أبحها لأن أكثرية الناس يردون إذا أكثرية الناس أرادوا فعل القبائح عن طريق البرلمان هم صوتوا عليه فأنت أجز فعل تلك القبائح هذا ما موجود في الإسلام وحتى في الديمقراطية يكون نوع من التناقض ما غادرين لحد الآن يحلوا في إحدى الدول الأفريقية في زمبابوة صار الدولة استقلت عن الاستعمار البريطاني في جنوب أفريقيا يعني ملاصقة لجنوب أفريقيا بعد الاستقلال صارت انتخابات حزب التحرير إذا ما أدري شنو الحزب كان اسمه فاز والرئيس فاز دورة الأولى الدورة الثانية أيضا فاز بعدين قال شنو هالمهزلة نسوي انتخابات وكل مرة أنا أفوز وكذا نسوي استفتاء أيها الناس هل تريدون تعدد الأحزاب أو حكم الحزب الواحد هذا أولا الشيء الثاني أيها الناس هل تريدون انتخابات كل أربع سنوات أو أنا الرئيس أكون رئيس مدى الحياة وبالاستفتاء أكثرية الشعب قالوا نريد الحزب الواحد ونريد أن تكون رئيسا فلان مقابة يمكن اسمه رئيس مدى الحياة مزين هنا أنا أنت تقبل الديمقراطية لو ما تقبل صار تناقض إذا الديمقراطية هي أكثرية الآراء فأكثرية الآراء تلغي الديمقراطية وحسب مبانيهم هنا التناقض موجود تقول أن هذا الاستفتاء باطل فمعنى ذلك أن أكثرية الآراء باطل تقول صحيح معنى ذلك أن الديمقراطية انلغت الشورى في الإسلام ليست هكذا الشورى في الإسلام الشورى هي قيمة القيم لا تعارض بينها لا يمكن لقيمة أن تلغي قيمة أخرى الشورى قيمة رأي الناس هم له قيمة لا يمكن للشورى أن تلغي رأي الناس لا يمكن للشورى أن تلغي الانتخابات لا يمكن للشورى أن تعين واحد مدى الحياة لا يمكن للشورى أن تبيح المحرمات أن تبيح المحظورات هذه القيم هي في عرض واحد كلها لازم تكون موجودة على كل حال سنرجع إلى كلامنا القيم المختلفة يجب أن يحافظ عليها وإذا شيء صار مضاد لتلك القيمة ذلك الشيء يلغى إذا الناس اجتمعوا على باطل نجتمع معهم على باطلهم كلا إذا الناس تفرقوا عن الحق نتفرق معهم عن الحق كلا حشر مع الناس ليس عيد عزاء إذا كان الناس على باطل وسنة الله سبحانه وتعالى أنه بعد الأنبياء يكون اقتتال إذا واحد يريد يلغي هذا الاقتتال ويلغي هذه التفرق لا يمكن لأن سنة الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تلوناها في أول الكلام الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله اللي هو موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات يعني محمد صلى الله عليه وآله لأنه هو أفضل الأنبياء وأرفع من جميع الأنبياء وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مشيئة تكوينية مقتتل مقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات يعني موسى عليه السلام جاء بالبينات بالعصى باليد البيضاء بتسع آيات بفلق البحر بكذا بكذا عيسى عليه الصلاة والسلام إبراه الأكمى إحياء الموتى ونبئكم بما تداخرون في بيوتكم وما إلى ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وآله القرآن الكريم ومعاجز أخرى ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر بعدين الله يكرر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعله ما يريد هذه الآية في يوم الجمل واحد يجي عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لا أنا محتار الأمام قال ليش أنت محتار قال من طرف أشوف طلحة أشوف الزبير وهؤلاء من المهاجرين الأولين وزوجة الرسول صلى الله عليه وآله عائشة هذا من طرف من طرف ثاني أشوفك أنت صهر الرسول وكذا وكذا من فضائلك ومعك ثلة من المهاجرين والأنصار خمسمائة واحد من الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم جمال فأني محتار فالإمام عليه الصلاة والسلام جاوب أنه أنت تريد تعرف الحق عن طريق الرجال وبالعكس يعرف الرجال بالحق يعرف الحق تعرف أهلا ثم تلا هذه الآية فمنهم من آمن ومنهم من كفر بعدين قال مد يدك لأبايع لتبايع عني وذلك قال لم أرى بدا من أن أبايعه وقاتل حتى استشهد بين يدي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه سنة الله أنت ما تقدر تغير سنة الله سبحانه وتعالى نعم إحنا علينا أن نتعايش مع الآخرين يعني الآن في طول التاريخ في بلدان المسلمين أكو يهود أكو نصارى أهل ذم المسلمون كانوا يتعايشون معهم يعطونهم حقوقهم ويدافعون عنهم والرسول صلى الله عليه وآله يقول من آذى ذميا فقد آذاني الآن في كثير من البلدان الإسلامية توجد أقليات دينية هنا في إيران مثلا أكو يهود أكو نصارى أكو مجوس ولهم حقوقهم ويعيشون بكرامة في مصر أكو مثلا أقباط في المغرب في كذا موجودين اتفاقا إذا واحد يقرى التاريخ يرى أن الأوروبيين كانوا يضطهدون اليهود واليهود كانوا يلتجئون إلى البلدان الإسلامية فرارا من اضطهاد النصارى لهم وكثير من يهود البلدان الإسلامية وخاصة في المغرب بالأساس هم من يهود أوروبا هاجروا من أوروبا إلى هذه البلدان إلى تركيا دولة العثمانية إلى المغرب إلى بلدان أخرى فرارا من اضطهاد النصارى لهم تتعايش معي المسلمون المسلمون مذاهب مختلفة هذه المذاهب تتعايش فيما بينها وهذا أمر مطلوب وحتى إحنا عندنا نوع من التقية إذا أنت في أقلية تستعمل التقية معهم مثلا تحترمهم تتعايش معهم أما أنه نتصور نتمكن من أن نلغي الاقتتال بين طوائف المسلمين هذا خلاف صنة الله الآن تشوف شلون حرب طائفية الآن موجودة هل يمكن إلغاءها ما يمكن إلغاءها نعم يمكن واحد يقلل من مستوى هذا الأمر بحكمة والموعظة الحسنة التوافقات السياسية من الجهة العليا وكذلك التعايش السلمي من الجمهور لكن لا يمكن لك أن تلغي هذا الأمر لأنها سنة من سنة الله سبحانه وتعالى لأن الله يريد يختبر الناس إذا دائما الحق يكون له اليد العليا ما رح يصير اختبار ما رح يصير امتحان الاختبار والامتحان في الصعوبات في الشدة هنا يصير الامتحان وإلا إذا كل ناصر وكل فلوس وكل سلطة وكل تقدم ماكو امتحان حتى المنافقهم يظهر الايمان حتى الكافرهم يظهر الايمان لكي يشترك مع البقية في المغانم الله يريد يختبر الناس يريد يمتحن الناس أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وتلك الأيام نداولها بين الناس أنت تعلم أن هذا رح يسقط في الامتحان أنت مدرس ما إلك حقب للامتحان تطي صفر وتسقطه ولو أنك تعلم أنه سيسقط في الامتحان لأن هذا من الظلم أن تجازي على علمك وإنما الجزاء على العمل الله من الأزل يدري أن هذا الفرعون رح يكون خبيث لكن قبل الامتحان يلقيه في النار هذا الظلم فالله سبحانه وتعالى جازه على عمله لا على علمه يعني علم الله سبحانه وتعالى الله يريد يختبر الناس لذلك يجعل الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس دائماً أصحاب الرسل من بعد الرسل اختلفوا حسب هذه الآية وتقاتلوا كلهم من هذه الآية بها إطلاق أصحاب موسى بعد موسى اختلفوا أصحاب عيسى بعد إيسى اختلفوا وتقاتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله بعد الرسول اختلفوا وتقاتلوا الله يختبر الناس احنا المفروض عندنا أن نشوف الحق شنو هو هذا نتبع نعم أنت تشوف الحق وتتبع لكن تتخذ أسلوب مناسب تكتيكك يكون تكتيك مناسب الاستراتيجية شنو هي اتباع الحق وعدم استبدال الحق بأي شيء آخر لكن التكتيك شنو هو التكتيك أن تحترم الآخرين تتعايش معهم تراعي مشاعرهم تستعمل التقية إذا تحقق موضوعها مثلا تدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل بالتي هي أحسن وإذا صار وقت الجهاد هم تجاهد لو واحد هجم عليك يريد يقتلك لازم تجاهد وتدافع عن نفسك ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا لذلك إذا واحد يجي يقول تعالي تنازل لأجل أن نتفق مع الآخرين أقول تنازل عن شنو تنازل عن حق كلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تنازل بمعنى أن تحترم تتعايش معه لا تسبه لا تسب مقدساته مثلا تجادل معه بالتي هي أحسن فنعم هذا المعنى صحيح وليس تنازل عن هذا بل هو هذا طريق للهداية وهكذا كان أسلوب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأئمة بينوا الحقائق لأصحابهم ودفعوا الضريبة الأئمة ما مننا إلا مسموم أو مقتليش بالنتيجة اللي يبين الحقائق يوم من الأيام ينكشف حتى لو استعمل التقية هم ينكشف بالنتيجة كثير من الناس ليسوا منضبطين ويسببون الضرر بعض أصحاب الأئمة سببوا الضرر للأئمة عليهم الصلاة والسلام بمخالفتهم للأئمة ولذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا مفضهدين ولكن في الوقت نفسه تعاملوا مع الآخرين تعامل لطيف بتعايش اللي هو يكون مقدم لهدايتهم لذلك إحنا علينا أن يكون أسدوبنا أفضل الأساليب لكن مع التزامنا الكامل بالحق وعدم التنازل عن الحق قيد شعره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي تزكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر